تتولى التحذيرات من زعزعة الاستقرار المتحقق بالعراق بسبب الوضع الاقليمي المتوتر واتخاذ البلاد ساحة لتصفية الحسابات الأوضاع الراهنة وتنامي الصراع نتابعه مع فقر فاضل تحذير أممي من إنجرار العراق لخطر الصراع في حال استمرار الهجمات من داخله وخارجه في ظل المرحلة الحارجة وتصاعد التوترات في المنطقة الاقليمية بأسرها مراقبون يتوقعون أن الاهتزازات الأمنية من شأنها تقويض الاستقرار في حال لم تتحرك الحكومة في ضبط إيقاع الأحداث الراهنة لحد هذه اللحظة لم تستطع الحكومة ضبط إيقاع عمل فصائل التي تقوم بعملية الاستهداف القواعد الأمريكية هناك من يحاول جر العراق إلى ساحة الصراعات الخارجية وبالتالي هذا قد يسبب ضررا كبيرا على الداخل العراقي كل المحطيات تقول أن العراق إذا ما استمر بهذا العمل ضد قواعد ومصالح أمريكية بصواريخ مؤثرة فاليستية سيكون هناك رد على هذه الاستهدافات وتنام الصراع بين فصائل المقاومة الإسلامية والقوات العسكرية للولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين قد يجعل خيار المواجهة المباشرة مطروحا في إطار توسيع دائرة الاشتباك بين الأطراف وحمم التهديدات بالحرب الشاملة في منطقة الشرق الأوسط هذا السلام لن يمر في المنطقة ولن تستقر المنطقة ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على شعب غزة تستمر وتقتل به النساء والأطفال والرجال هذا أمر ممنوع كل الأمور التي تجري محور المقاومة عندما يضرب القواعد الأمريكية لأن أمريكا مشتركة في الحرب على غزة وقتل شعبها وتدميرها وهي تزودهم بالصواريخ والآليات وبكل الأسلحة والمعلومات ومع الإحراجات التي تتعرض لها الحكومة بفعل استهداف المقاومة الإسلامية للقوات الأمريكية ثم تحديث بين بغداد وواشنطن على التهديئة وتلافيا لجر البلاد للفوضى وعدم الاستقرار من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة